بدلات الجتار اهلا بيكم النهاردة هنتكلم عن بدلات الجتار يعني ايه بدلات الجتار دا بدلات الجتار دا هو بارة عن جهاز بيتوصل بالكهرباء او بيبقى له مكان البطاريات الجهاز دوت بمجرد ما انك انت بتتحكم فيه انك بتضغط عليه برجلك وانت واقف مسك الجتار بتضغط عليه برجلك على الزرار بتاع الان والوف بتاعه بيعمل لك تأثير معين للصوت يغير لك صوت الجتار يعني يخلي صوت الجتار يخلي صوت الجتار فيه مثلا ايكو يخلي صوت الجتار مثلا هناخد كل التأثيرات ديت واحد ورد تاني ايه التأثير بتاعه بالزبط وبيعمل ايه التأثيرات ديت زي ما احنا قول هي دائرة كهربائية بس في الجهاز دوت الدايرة الكهربائية بتعمل حاجة معاينة للسيجنال بتاع الجتار اللي دخلاله فانا ما ينفعش ان انا اوصل جتار اكوستيك بيه من غير اي اسلاك او اي حاجة فلازم اشارة كهربائية خارجة من الجتار عشان توصل هنا والاشارة دي بتبقى خارجة عن طريق ميكروفون الجتار فالجتارات اللي جواها اا اكولايزر بيبقى جواها ميكروفون داخلي الميكروفون ده بينقل الصوت اللي انا باخده من الجاك اللي بيبقى وراء دوت في ضخرة او جنب الجتار وباخده منه ودخله على اي بدال من التأثيرات ده طب التأثيرات ده هل بس بنستعملها في الجتار الالكتريك ولا بنستعملها في الجتار الاكوستيك ولا الكلاسيك هي تنفع مع اي جتار على حسب نوع التأثير وعلى حسب اللي انت عاوزه من جتارك ايه في بعض التأثيرات بتنفع على جتارات وما تنفعش الجتارات تانية عارف الصوت بتاع الهي في ميتال اللي هو ديستورشن اللي هو يعني ديستورشن اساسا الدستورشن ده ان انا بخلي سجنال الجتار او اشارة بتاعت الصوت بتاعت الجتار عالية جدا لدرجة ان السماعة نفسها ما بتعرفش تتنقلها فالسماعة بتتهزي التزازات سريعة جدا بتعمل لي الصوت الناس بتسميه وحش بس لما بتحط في سياقه في لحنة معينة او في طريقة معينة الصوت بيطلع حلو بيسمونه الجتار الدرايف او الجتار اللي فيه ديستورشن نوعا ما فهنا زي هخلي السجنال بتاعتي بتاعت الجتار دي توصل لدرجة التشويش على السماعة ان السماعة نفسها ما بتقاش قادرة تستوعب السجنال اللي جاي لها عن طريق دايرة كهربائية بكبر بقى في الصوت نفسه لغاية ما يوصل لدرجة الدستورشن لو عايز مثلا اخلي صوت الجتار دا يتعزف مرتين تلاتة اربعة وارا بعض يعني اعزف الضربة من الريشة تطلع بعدها اصوات تانية اخف بعد زمن معين اللي هو بيسموه الايكو اللي هو انك انت صدى الصوت وتقول يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد دا صدى صوت انك انت بتكرر نفس الفعل داوت اكتر من مرة في زمن متقارب وبيبقى يخف الصوت شوية بشوية عبارة عن دايرة كهربائية بتكرر الصوت داوت وتخف الصوت داوت شوية بشوية فيعملك صوت الايكو العدد المرات بتاعت التردد داوت انت بتتحكم فيها من البدلات هناخد كل داوت لما نبتدي ندرس البدلات دي كل واحد على حدة احنا قلنا بدال لكل مثلا تأسير صوت يا انا عاوز والله طب انا عايز تأسيرات صوته كتيرة انا بعمل اغاني كتيرة وبقى باشتغل في حفلات وبشتغل مع فرح فانا بحتاج مثلا تأسير صوت جيتاري بقى ناعم مرة تانية جيتار يبقى فيه مرة تالتة الجيتار فيه ايكو فيه رنة معينة اا مرة ربعة جيتار مالوش معنا حاجة صوته غريب كده في تأسيرات كتيرة صوتية وانا بقى هشيل بقى بدلات بقى شانطة مليانة بدلات زمان كان بيحصل كده يعني كان زمان في الستينات والسبعينات كانت الناس كلها بتاع ز وعايزة التأسيرات ديت كانت بتجيب البدلات ديت وتشتغل بيها او الجيتار نفسه بتاع الجيتار نفسه ممكن هو يعمل لك عملية دي او يزوده وعليه الدايرة بتاعة مسلا او مثلا فيعمل بتاع الجيتار يلا حد ما ايه بعد كده ابتدى الموضوع بقى ايه يتوسع ولما انواع البدلات ابتدت انت بتشتري بس ممكن تغير انواع البدلات زي ما انت فالبدلات ابتدت تبقى حاجة منفاصلة فالبدلات اللي تبقى حاجة منفاصلة دي بقت اكسر رواجا وبدأت الناس تشتري منها كتير لغاية ما قال لك الله وانا هو كل بقى ما اجي اروح في حفلة اعود اوصل بقى بدل ببدل 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 انا انا عندي جيتار واحد وعندي عشر بدلات فلازم اوصل واحد بيهم واوصل كل بدل بالتاني بقى اخ شغلانة بقى قبل كل حفلة في اجهزة طلعت بيسموها مالتي افكت مالتي افكت ده يعني التأثيرات العديدة تأثيرات عديدة موجودة معايا في نفس البدل فبيبقى بدل عريض نوعا ما زي ما انتم شايفين كده والبدل ده بتعليز زرائر كتير الزرائر دي ليه التحكم بتبقى التحكم ده نوعين اول حاجة تحكم وانا بظبطه نفسه يعني انا بظبط الصوت نفسه انا عايز الصوت نمرة واحد يكون فيه شوية بس فيه شوية خفيف مش عارف ايه وبعدين فيه شوية لمسة من الايكولايزر هعلي الحتة لحدة فيه شوية فانا بعمل تركيبة معاينة من البدلات كلها واخزنها في الخزنة نمرة واحد نمرة اتنين بعمل تركيبة تانية واخزنها فبتبقى دي كلها تحت رجلي واحد اتنين تلاتة اربعة اقدر ادوس عليها فمجرد ما بدوس الزرار بتاع البنك دوت او بتاع المكان دوت اللي انا مخزن فيه التركيبة دي التركيبة بتطلع عندي وبقدر اعزفها فالمالتي افكت دي اتاغنت ناس كتيرة جدا عن انها تشيل بدلات منفصلة ولكن في ناس بتفضل البدلات المفصلة لك لا مقص البدل واحده بيقدر يعمل للسيجنل لانه الواحده بقى شايد نفسه فالدائرة كلها بتستوعب نفس الناس دوت ده كلام طبعا مش عالمي لان فيه طالع من دول اه في منتهى القوة ومنتهى الجمال واصوات انت مش هتقدر تعملها ببدلات عادية دي الا بتركيبات غير عادية يعني البدلات اللي هي بتاعة المالتي افكت دي دلوقتي بقت فاي واحد بيسجل في استوديو او اي جيتارست شاتر بيبقى عنده طقم المالتي افكت بتاعه ولو ان بعض الناس برضو لازالوا بيفضلوا البدلات المنفصلة فبعض الشركات بقيت تنتج لهم مالتي افكت ولكن في صيغة بدلات منفصلة يعني انت ممكن تشتغل على المالتي افكت ده وممكن تعمل كل زرار منه بدل منفصل فانت بقى براحتك بس قدامك البوردة جاهزة وانت بقى بتضغط عليها تطلع البدل اللي انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه بس انت انت يدويا بتدوس البدلات ديت مش بتبقى هي كلها متخزنة في مكان واحد انت عارف بالزبط ايه اللي بيحصل دوت يعني فانت طبعا لازم بقى عندك لازم تذكره كويس عشان تطلع اقوى حاجة منه فدي انواع الاجهزة اللي انا بستعملها عشان تطلعي تأسيرات الجيتار اول حاجة الامبليفاير ان انا الامبليفاير نفسه يبقى عليه افكت بيبقى ساعات عليه اوفردرايب بيبقى ساعات ديستورشان بيبقى ساعات عليه ريفيرب وعليه ايكو وعليه كورس بعض الامبليفايرات بيبقى عليها كورس والتجميع دي وبتقدر تستعملها الى نوع نوعا ما على الجيتار طب انا اتحكم فيها زي انا كل شوية بقى لو انا عايز اروح للامبليفاير ازبط الزابطة ورق عمالة طب انا في وسط الاغنية دلوقتي بيش هقدر اعمل الكلام ده في بدلات بتبقى للامبليفاير نفسه عشان اتحكم في الامبليفاير بس دي بتبقى بدائية جدا يعني اختار القناة الاولى او القناة التانية فيه قناتين في الامبليفاير او تلاتة او اربعة اختار القناة الاولى او التانية او التالتة او انا ببقى القناة الاولى او التانية والتالتة ببقى اضابطها بالفعل عندي على الامبليفاير فعدها امكانيته محدودة قوي يعني دي مش بتبقى مالتي افكت بيبقى زي ما كده الريموت كنترول بتاع الامبليفاير بتاعك انما التاني جوز نقدر نستعمل به البيدل زي بتبقى البيدل زي المنفصلة اللي هي بدل بيعمل تأثير واحد او تأثيرين او تلاتة زي ما انت عايز ولكن بيبقى وحدة واحدة موجودة على الارض قدامك وانت بتكرر الواحدة دي او بتجيب وحدات تانية لو انت عايز تعمل تأثيرات تانية وفيه بقى الجهاز اللي بيشمل كل الهصة دي كلها اسمه مالتي افكت وبعض المالتي افكت كمان حتى جواها بيسموه امب سيميوليتر امب سيميوليتر يعني بيقلد صوت الامب انت بتحب امبليفاير معين واحد اسمه رولاند واحد اسمه مارشل الموديل بتاعه وكزا الموديلات المشهورة من امبليفايرات العالم متخزنة هو المالتي افكت زي فانت كمان لو انت عايز تأثير في الامبليفاير اللي صوته عجبك وبتحبه بتختاره وتختار كمان مع الافكت اللي انتوا عاوزها فالمالتي افكت دلوقتي عدت الى مراحل اه عالية جدا بعض المالتي افكت غالية جدا اغلى من تمن الجتار نفسه يعني ممكن تلاقي المالتي افكت مسلا هيليكس هيليكس عاملها شركة اه ده يمكن ده اعلى اعلى افكت ده 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 موجودة في العالم يعني اه التمن دي حوالي الف دولار تقريبا بس طبعا اللي بيعزفه بيه ده هو طبعا محترف جدا ولكنك بدي لك كل حاجة ممكن تعملها بالجتار ومنها كمان اختيار صوت الامبليفاير اللي انت عاوزه ده مش كده بس كمان الشركة بعدين كده كل شوية كل مسلا ست شهور تروح بنزله صوت جديد لامبليفاير جديد مسلا عملت له البرمجة بتاعته وتقولك تقدر تحمله من على موقع الشركة وتدخله على الجهاز فالجهاز ده كمان ممكن تعمله اوبديت يعني الجهاز نفسه ما بيبقاش جهاز سابت ده هو مخزن بيتحط فيه حاجات كتيرة كمان ممكن في المستقبل بالاضافة للحاجات بتاعتك انت يعني الانترنت بتلاقي الناس بعمالها تشير على الانترنت مثلا الباتشات اللي هم عملوها الباتش يعني المجموعة او الخزنة اللي خزنوا فيها يضع على عمل حاجات حلوة جدا ومزبوطة وبتاع فبيشيروها على الموقع بتاع الشركة نفسها بحيس انك انت تاخد الباتش ده وتتحمله على الجهاز بتاعك كأنك انت برمجته بالزبط فبيبتدت الناس تنافس في البرمجة بتاعتي واحد يقول لك انا عمل لك صوت الجتار بتاع فلان الفلاني في الحتة الفلانية في الاغنية الفلانية حتى الصوت الاغنية الجتار بتاع اغنية معينة بتلاقيه وبتلاقي طبعا بالمئات يعني بتلاقي الخزنة المخزن بتاعك بتاع بيخزن مئات فانت فعلا لو عندك برنامج قوي وكده ممكن تخزن لكل اغنية صوت وصوتين وتلاتة زي ما انت عاوز يعني طبعا الموضوع ده يعني كبير بقى ومحتاج بقى الناس بقى تقعد تدور وتشوف وتدوق الاصوات بنفسها وتعرف الاصوات بتاعت الجتارات بتاعتها ايه وتحاول انها تشوف التأثيرات الصوتية تعمل مجموعاتها هي الخاصة اللي بترتح لها وبيرتح لها اسلوب العصف بتاعك بحيس انك انت تقدر تعزف بالجتار وتستمتع بنفس الطريقة اللي انت تخيلتها بصوت جتارك وهشوفكم الحلقة الجاي اشتركوا في القناة